بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة المؤمنون نستقبل معا شهر رمضان ونتذكر كيف كان يستقبله الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم وكيف كان يستقبله المسلمون الأوائل بالبشر والترحاب والاستعداد والتوبة والإنابة والتأهب لعبادة الله صياما لنهاره وقياما لليله أظل لكم شهر عظيم مبارك شهر جعل الله أوله رحمة وعسطه مغفرة وآخره عتقا من النار وهو شهر الصبر والصبر سوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار ويوصي الرسول صلى الله عليه وسلم بكثرة العبادة في هذا الشهر بصيام نهاره بقيام ليلة بالاستغفار بذكر الله بالدعاء بالتقرب إلى الله بالتوبة والإنابة إلى الله فاستكسروا فيه من أربع خسار خصلتين تردون بهما ربكم وخصلتين لا غناء بكم عنهما فأما اللتان تردون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرون وأما اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتستعزون به من النار نعم نستقبله بالتوحيد بذكر رب العبيد بالاستغفار بالإنابة بكلمة التوحيد بشهادة أن لا إله إلا الله لأن لها فضلها ولأن لها ثقلها في الميزان يوم القيامة استكثروا فيه من أربع خصال خصلتين لا غناء بكم عنهما وخصلتين تسألون الله الجنة وتستعزون به من النار أما اللتان تردون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونها شهادة أن لا إله إلا الله نكسر منها ومن ذكر الله فاذكروني أذكركم لها ثقلها في ميزان العبد يوم القيامة وكما جاء في الحديث إن الله ينشر على عبد من عباده يوم القيامة تسعة وتسعين سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا يا عبدي يقول لا يا ربي يقول أظلمك كتبت الحافظون يقول لا يا ربي يقول ألك عذر يقول لا يا ربي ألك حسنه يقول لا يا ربي يقول بلى إن لك عندنا لحسن وإنه لا ظلم عليك فتأتيه بطاقة بقدر الأنملة يعني بقدر طرف الأصبح فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فوضعت البطاقة في كفة ووضعت السجلات في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة لأنه لا يثقل مع اسم الله شيء فمن أجل ذلك ولأنه شهر القبول وشهر مضاعفة الثواب يأمرنا أن نستكسر من شهادة أن لا إله إلا الله وأن نستكسر من الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى كما يدعون أن نستكسر من أن نسأل الله الجنة وأن نستعيز به من النار ذاكر الله في رمضان مغفور له وسائل الله فيه لا يخيب فلنسأل ولنغتنم الفرصة ولا نضيع أوقات رمضان نهارا أو مساء إلا في التوبة والإنابة والذكر والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ولتكن على يقين يا من فرطت من قبل حين تطرق باب الرحمن الرحيم ترى إلهك غفور الرحيم تراه غافر الذنب وقابل التوب مهما فعلت من الذنوب فلا تخف فالله غافر إن تبت تاب ففضله لعباده نام ووافر فالله يغفر ما يشاء لمن يشاء إلا لكافر بادر بتوبتك النصوح لكي تموت وأن تظافر إن الحياة سفينة تجري ومن فيها مسافر وتشرق الأيام التي يستقبلها المسلمون بفيوضات ورحمات من رب العزة سبحانه وتعالى على عباده وعليهم أن يغتنموها إن لربكم في أيام ذهركم نفحات ألا فتعرضوا لها فلعله أن يصيب أحدكم نفحة منها فلا يشقى بعدها أبدا يكون من أهل التوفيق يكون من أهل الخير يكون من أهل البر يكون من أهل الإحسان ومن هنا كان علينا ونحن نستقبل أولى أيام هذا الشهر الكريم أن ننقي أنفسنا من المعاصي والذنوب ومما فرطنا فيه من قبل لنبدأ مسيرة رمضان على هدى ونور وعلى طاعة فنحرص على الصيام الحقيقي لنهاره وعلى قيام الليل بأداء صلاة القيام وهي صلاة الترويح التي نؤديها بعض صلاة الأشياء والإقبال على الله بالتوبة والاستغفار واللجوء إلى الله سبحانه والتضرع إليه فالدعاء مقبول فعلينا أن نغتنم هذه الأيام المباركة ونحن على يقين أن الله تعالى يجيب دعاءنا ويحقق رجاءنا لأنه جعل هذا الشهر مفتاح الخير تتفتح فيه أبواب السماء تتفتح فيه أبواب الجنات تغلق فيه أبواب النيران إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين وفي رواية وسلسلة الشياطين ونادى مناد من قبل الحق يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر